انما دايما الحقيقة دايما المخابرات مجغولة بحاجة تانية برضو اسمها الاستيلاء على اموال معاشات الاطباء تحت شعار اسمه الاستثمار خبرهو بيقول والله العظيم اهو الموقف المصري صندوق معاشات اتحاد المهنة الطبية قص استثمار اجباري باسم جهة سهدية خلاص فيه فيه كلاب سعرانة انطلقت في مصر كده وعايز تعرف الفلوس بتيجي منين وتاكلها بس لكن فيه بقى تفكير على ما فيش كده وطبعا بعدما تم طبخ القانون ده من كام شهر يخليوهم اشتغلوا في البزنس براحتهم قوي قانون اهو المخابرات المصرية وصناعة الاموال استحواز امني علني على الاقتصاد ما انت جيبت ناس جعانة جيبت ناس جعانة المخابرات مشغولة باي حاجة وكل حاجة ايه للحاجة الاهم سد النهضة سد النهضة نشوف بقى اولويات المخابرات المصرية ايه عمل قنوات اقبالية للترويج النظام قبل مؤتمر مناخ تعيين شباب برنامج الرئاسة تبقى للخابرات الاستراع لسندوق معاشات اتحاد المهن السيطرة على شركات الانتاج الدرم في مصر تعديل قانون المخابرات لانشاء شركات الاقتصاد المشاركة في تنظيم تحانات السنة العامة حل قزمة صد النهضة مش موجود كل حاجة بعد حل قزمة صد النهضة ترجمة نانسي قنقر